موسيقى أمضينا الاتفاق تفقنا أنه فما إجراءات بطبيعة متاع عودة الطلبة للدراسة وعودة الأطباء الداخلين المقيمين للعمل وكذلك فيما يتعلق بالأجور متاع الناس هذه وكيفية الاقتطاع يعني مبدئين احنا بطبيعة الحالة ذاك حق الدولة معناش حتى إشكال مع ذلك إلا أنه اللي صار من بعد خلال الناس كل تحس اللي فهمها عملية انتقام وعدم تحمل المسؤولية فيزا في التحرك اللي صار ثم على خلفية اعتزام وزارة الصحة اقتطاع شهرين متتاليين من أجور الأطباء هو فعلا هذك اللي تم حسب ما تأكدنا منهم بعد من اللي دارات المختلفة اللي زرناها في وزارة الصحة شهر مارس محجوب تماما شهر أفريل باش يتم اقتطاع أغلبيته هذي مش اللي تفهمنا فيه مع سيد الوزير تفهمنا أنه الاقتطاع يكون على مراحل بما أني مدة طويلة وخاصة أني تم مراعاة الناس اللي خدمت لأنه الإضراب متاع الأطباء الشبان وطلبة كان عنده الاستمرار تم تأمينه لحالة الاستعجالية والإنسانية تم تأمينه فما برش عبيد خدمة راي تقريبا كتجي تحسب فما أكثر من خمسين بالمئة من اللي كان يقدم في الخدمات لأنه كان عندنا موسمة بتراتيب الإضراب اللي ما تسمحش بالتعطل التام للمرفق الصحي فيما يتعلق بخدمة الأطباء الداخلون والمقيمين بالذات هذي ما تامش أخذ بعي الاعتبار من ناحية ومن ناحية أخرى الاتفاق كان حتى إذا كان باش تقطعها المدة كاملة وما تدرس حتى شيء فما طريقة معناتها لينا ما هيش انتقامية هي أنك تقسمها على مراحل أبريتومة مش هربينه موجودين قسمها مثالي فما حتى إشكال هذيك حق الدول وهذيك بالنسبة لنا نحنا ما في حتى إشكال ولا بشي كامل الشهرجي ولا بشي كامل الشهرجي ولا بشي كامل الشهرجي على خطر أقل أقل واحد ما زال بشي يبقى على ذمة وزارة الصحة مش يبقى حتى لديسمبر 2018 هذا أقل واحد وفما عدد لا يستهن به سيبو بكر بداو في جنفيسنة يعني التو مخذيو حتى سالير نكملوا نبلوكيونا مسالير مارس نحيولهم الأغلبية متاع سالير أفريل نسا ذيب هذيك تجويع معناتها تم معنى الكلمة ايه موانتك تدخل فيها ضرابة هو نضال خنتفقه ايه هو نضال يقابلوا تضحية بشيء م نوك اليوم الوزارة تقول كينا ما نجمش نقسملك على ثلاثة شهور ميش بانكة غبت نقصلك وكاهم الوزارة ميش بانكة احنا تثبتنا بالنسبة للغياب فما تقارير متاع غياب جيم الإدارات يتم الإعلام على غياب فلان وغياب فلان وغياب فلان فما بعض الإدارات اللي متاع المستشفيات ومتاع الإدارات بعثت الأغلبية ما بعثوش ما زالوا عمل إداري نحترموهم يخدموا على رويحهم في عقلهم يثبتوا كي ما يحبوا انت السيد وزير الصحة شنو عمل بلوكا سالير مارس كامل واللي جاه مش يكمل يقطعوا من أفريل هنا شفنا اللي فما تعاسه فما عملية انتقامية خاصة اللي تحرك 76 عشنو قام فما أخطاء صارت في الماثي مرتكبوهش الأطباء الشبان مرتكبوهش طلبة الطب مرتكبتها صورات سياسية وصورات أكاديمية وقت للناس هذية ثارت على هالوضع وقالت لك روي يزمنا نصلحوه لأنه ما هوش لا في مصلحة البلاد لا في مصلحة المواطن لا في مصلحة الأطباء الشبان ما عدت مش معقول نجيوهوم اللي نعاقبوهم على الشي هذي نعاقبوهم بأنه أول حاجة نقطعوا الشهرين من أجور كاملي ونأكد اللي راهوا مبدأ الاقتطاع ما فيه حتى أشكال من أول نهار هذيك حق الدولة وغير أنا ضربنا قبل مش أول مر ويتم الاقتطاع أما بالطريقة هذي نعتبروه تشفي وانتقاب وكذلك بالنسبة للترتيب العودة ترتيب التديرك صحيح توقي لحد الآن فما معتك كليات مؤربعة كليات طب فما كليات فما نوع من المرونة وقاعدين نتفهمهم معهم حول ترتيب التديرك من أجل إنقاذ السنة الجامعية هذي ومن أجل أنه التربوسات متاعنا ما تتمسش تم تعويضها لفترات هذيك لكن فما كليات رافضة تمام مبدأ هذا يقولك بالنسبة للدروس لكلها تعتبر معناتها تعاملت بالنسبة للتربوسات أنا مهمنيش منلوجه على حتى مداليتي دوربريس رغم اللي معناتها أولادنا كل أسبوع كان في حيث يخضم تحرك كانوا يجتمعوا في اجتماع التعامل ويدرسوا آيات جديدة على أساس أنه إذا كان فما إمكاني للرجوع الأسبوع القادم تفاش نجمون الدير كل سنة الجامعية هذي اليوم تم معناتها غلاق الأبواب بشكل شبه كلي أمام المقترحات بتاع الطلبة والتعامل معهم فوقي وتحميلهم المسئولية متاع نتائج التحرك هذي اللي هي ببساطة شكون يتحملها يتحملها الناس اللي عملت للأمر عدد 432 تا عفين وحداش والأمر عدد 1195 تا عفين وخمستاش وتتحملها الناس اللي سبع سنوات والناس تجري على نظام أساسي خاص وهو ما معناتهم بلوكينو ومعطوهمش الحق هذي واليوم كيف جاي وخذيوه نحاولو ننتقبوا منهم باش نبعدوهم على إنهم يحسن الوضعي هذي هو إجراء إداري هو إجراء إداري عادي اليوم والحمد لله موجود أنه بطبيعة الحالي إذا العمل الغير منجز يبو بكر بنسبة لنا المقتنعين يقتطع والناس اللي أمنت الاستمرار والاستعجيل فهم ما نيستيلت الإضراب رامي مستش ما عملتش إضراب جمل الناس دعم في أقسام الاستعجال والإنعاش ما لازم الإدارة تمد للوزارة ب وشنو ذنبهم النساء ذوما وقت وحتى زملائهم اللي معنات خاضوا الإضراب شنو ذنبهم وقت للإدارة تأخرت في ذلك نقططعوهم شهرين حتى تكمل الإدارة خدمتها ما مش هاربين هم هو تجميد تجميد أجور مش تجميد تجميد في انتظار التثبت في انتظار التثبت وبعد يصد بلوكاج أحنا نجمو نحيو نحيو هالبلوكاج هذي ووقت اللي نتثبته نقططعو مفاما حتى واحد من القطبية شبين جاء قال ما تقططعش دكتو ما توا ماشين في أذراب مفتوحة لا 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 أذراب بيوم واحد على أمل أنه ما نخلطولوش وعلى أمل حاطينها ستا شفريل حاطينها ستا شفريل أمل أنه وزارة الصحة نجلسوا معاها نصلوا الحل الحل هذي اللي أنا وسيد الوزير نهار 24 مارس هذي كان كلامنا مع بعضنا العبارة اللي قالها يا سيد الوزير ما ننسيش كلمكم ماش بيش تحسوا به نقططعو نقططعو بشوي وأحنا رانا في هذي معنات هذي عاد نتع بناء ثيقة بينكم وبينصلت الأشراف بعد سبع سنين وإننا إدامة ثيقة هذية ومن تدميرها هذي كان كلام وهذي وهذي آخر حاجة معنات جيتني من عندهم معنات على مداء أيام من إدارة الإدارة من الموارد البشرية للمصالح المشتركة من السيد الوزير بحجب شهر بحجب معناتها شهر مارس كاملا اللي هو تخدم عادي ومشهر الثاني لكن معناتها بقرار سياسي وبالنسبة لأجور أفريل اللي جاو التقارير اللي جاو باش يتم اقتطاع بتقارير الغياب واللي ما جاوش باش يتم اعتبارهم غيبين إلى أن تجي تقارير شهر أفريل مزل كي بدأ رأهم اي شهر أفريل معناتها ما تخدم ما يتصب لديزويت هو بالنسبة لنا يدونك يتخدم في الأيام هذي اه اوكي اللي جاو تقارير غياب باش يتم الاقتطاع وتسليمهم بقية شهر أفريل مع تقتطاع كامل الأيام وتسليمهم شهرية شهر أفريل واللي ما جاوش يعتبروا غائبين إلى أن جي ويعاودوا مع أن يخدموا الخدمة من جديد احنا قلنا هذي نعتبروه بالحق جراء انتقامي تحبوا ندمو الناس معنات على أني تحركت على خورة متاع سبع سنوات قدش من تبيب بن نحكي على الليزان تيرني حوالي خمسة لاف حوالي خمسة لاف كماما معناها عدد كبير عدد كبير وبي دون كنتو ما قلتو نمشوفي أذراب ممتو برقية أذراب فانتظار التفاوض مع سلطة الأشراف بالضبط على أمل أنه معنات سيد وزير عاويت لكم وقلكم راوها ومش نبدو نتفقوا إذا خطر أحنا قال لنا كلام بتاع أنه فهم إجراءات إدارية وفهم تعطيل إداري به مرحبا مشينا تثبتنا مع جميع الإدارات مع جميع الإدارات ما فهماش إشكل إذا كان سيد الوزير يحب يحل المشكلة تو يحله وهذا يلي نحن سيعيين له لأنه غير معقول أنك تجي يتعاقب ناس على خطر احتجت على أخطاء تم ارتكاب على مدى سنوات أخطاء سواء في نظام الدراسات الطبية احتجوا عليه الطلبة وحتاجوا عليه الأطباء الداخلون المقيمين اللي هم توقع في نظور رجيم هذية وأخطاء معناتها على مدى سنوات في علاقة بظروف عملهم اللي نحن نشوفوها دي ملاء إنسانية والناس كل تعرفها والناس هذية تشبثت أنه سنائة يخرج النظام الأساسي متاحا على أساس خطوة إلى الأمام وتبقى معناتها المعركة متاع تطبيقه وكيفية تطبيقه نجيو اليوم معناتها نتعرضوا معناتها التجويع نعتبر ووقت شهرين بلاي شهرية حاجة كبيرة على الأخر ووقت اللي ناس تحاسبها على خطرها أضربت على أخطاء ارتكبوها ناس ما عندهم بهم حتى علاقة وتقولهم لا اليوم يزمكم انتم متتحملوا نتيجته هذيك وما كاركمش تكلمتوا عليه وهو كيف تكلمتوا وهو شنو مش يصير لكم مع العلم أنورا وشهرية أقل من شهرية وستير تعليم ثانوي أي أقل ما تتجاوزش ألف دينار بالنسبة للانتيرن وفي أقصر حالات رزيدان سين كاماني ألف ومتين دينار ونحب نزيد نأكد على حاجة حساس الاستمرار سيبو بكر اللي تم تأمينها رايح حاستين استمرار في الأسبوع على 48 ساعة عمل على الأقل الاستعجالي ونأكد وهنا حتى اللاساذة متاعنا شاهدين عليه فما أقسام غير حساسة وكانت معنية بالإضراب وقت اللي وقع الاتصال والاتصال جانا من زملائنا بأنه تم سماح لهم بتأمين الحالات الإنسانية فيما يتعلق مثلا بشيميو تيراب يديرون ديفو كبار اللي ما يتأجلوش دعوة المنظمة كانت واضحة أنه الحالات هذه تم تأمينها ما يتمش الإعلان عن ذلك لكن يتم تأمينها في كل الأقسام في البلاد كاملة ولادنا ما غابوش على المستشفيات راه وما خرجوش من المستشفيات كانوا يأمنوا لكن الإضراب كان بالنسبة لنا وسيلة ضغط من أجل أنه تم سماعنا ما هوش وسيلة تعطيل للناس ونزيد نأكد اللي راهو حتى في حساس الاستمرار ما كناش نخدمه كان لحالات الاستعجالية برك الكم الهائلة متع الخدمة متع الصباح الوقت اللي يخص الصباحا ووقت اللي يبقى راهو نكملوه في حساس الاستمرار لزاد ميسيون وتخريج المرضى وإلى غيره ما فاماش مرضى قعدت مثلا جمعة كاملة ما خرجتش على خاطر ما فاماش انتير اللي ريزيدان يخدملو الفايدو سورتي ولا البرسكريبسون بطبيعة الحال وتعبوا لأنه لا عددهم ولا المهام اللي ما طروح عليهم تسمح لهم باش ينجموا يأمنوا وكيكمل هيئل هذك هذك علشهم بعد كيف يجي لانتير والرزيدان في القارض راهو يخدم الدوبل اللي ما تخدمش في الصباح يكملوهو مي سيجاد الهنشي رئيس الموظمة تنسي للأتباء الشبين دونك انتو ما أضربتو لو زالت قصلكم الأجور وانتو موفقين على ذلك ما طالبين أنه هذيا معناها تتقسم على بعض الأشهر حتى أنه معناها الرزيدان ولا الانتير ما يحسهش سيبو بكر الاقتطاع المباشر هذيا أنتج أنه حتى بعض زملائنا التغطية الاجتماعية متاحها متنحات لأنه فما عدد لا يستهم بهي من زملائنا بدأوا في جانفي لزانتيرن الوح تقتطع عليه دونك هذو ما ما عندهمش تغطية صحية فما ناس البنوك متاحهم بدأت تبعث لهم ما عندهم في الروج بدأت تبعث لهم مش نتخذوا ضدكم إجراءات في بالي اللي صار كانت حاجة به ونس كلها أقرت بشرعية المطالب هذية وبفايدتها للناس الكل دونك من غير المعقول زيدان عاودها من غير المعقول أنه يتمم بعض الانتقام منهم من ناس هذوما أنت تعتبر انتقام دولة تخدم خدمتها وهذية نحن نعتبر مش كل واحد مش تلابسوا نعتبروا 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 أنه الدولة تقوم بالاقتطاع هذية واجبها وهذية حق للمواطنين عليها لكن فما طريقة الاقتطاع في بالي معانتها مش كان نحن معانين بالإضرابات فما برش قطاعات تعمل الإضرابات عمره ما يصير هك ما فهميش ما فهميش قانون واضح ينظم الحكاية هو مسألة أكثر منها عرف حكاية الاقتطاع فما عرف طريقة الاقتطاع طريقة الاقتطاع هو الاقتطاع معانت ما نصوص عليه في مجال الشغل لكن طريقة الاقتطاع غير ما نصوص عليه فما عرف يقول معانتها الاقتطاع يصير بشكل تدريجي لأنه أجور الناس هذه مش حاجة كبيرة بش نجل تقتطاع من هنتي مليون في شهر ولا مليون ونص في شهر واضح شو كان سمحني بلاسي وبكر عنا زملائنا الأجانب الغير تونسيين إذا كان بش نقططعو لهم معانتها بطريقة اللي بش نقططعو بها للزملائي التوينس بش يطلعوا موسالين جملة خاطرهم يخصوا ثلاثة متاع يخصوا ثلاثمية ألف ثلاثمية ألف تقريب بتخلتي أفضل حاليتي إلى أربعمائية بالنسبة للمقيمين شوكرا وما تصلحتش هذيك هذيك أخذينا معانتها التزام كتابي إنه بش تتصلح بداية من جام في 2019 والالتزامات الكتابية أول خرق لها بدأ ليامات ليفات وقت اللي ما تمش معانتها تنسيس على عضوية المنظمة التونسية للأطباء شبين في اللجنة المعنية بإصلاح منظمة الدراسات الطبية والاكتفاء بالتنسيس على ممثلي الطلب شكرا جزيلا ماذي ساعتين لأخبار شكرا لك شكرا لك شجد لانشير رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبين